اشتركوا في القناة بصورة مباشرة وعبر مشاريع متنوعة ومستدامة بارتفاع ملحوظ للمساحات الزراعية وبصورة مراعية للأولويات البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية نعم وبمناسبة تدشين الحملة الوطنية للتدشير تحت شعار دمت خضراء أكدت سمو قرينة عاهل البلاد المفدة أن هذا الشعار يتسق مع إرث مملكة البحرين التاريخي كأرض مثميرة ومعطاءة ووحة خضراء وأكدت سموها أنه وجب علينا أن نسهم في إحياء هذا الإرث لتكون مملكة البحرين وكما العهد بها خضراء على الدوام كما ثمنت سموها في الوقت ذاتي جهود المؤسسات الرسمية والخاصة ودعمها لأعمال المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال تقديم مساهمات قيمة وثرية تسهم في تحقيق أهدافها وعربت سموها حفظها الله عن أملها في أن تسهم هذه الحملة التي ستركز في مرحلتها الأولى على دعم المشاريع الزراعية المخصصة لتشجير شوارع ومناطق المحافظات الأربع بالسعي نحو استدامتها تحقيقا للأهداف البيئية التي تلتزم بها مملكة البحرين دعما للجهود العالمية والأولويات الوطنية لتقليل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي بات العالم يشهد مظاهرها بشكل متزايد ومربك هذا وقد دعت سموها حفظها الله كافة المؤسسات الخاصة للمشاركة في دعم هذه الحملة بما يعزز شراكتهم مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ويؤكد التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني هذا وجرت مراسم تدشين الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء اليوم في محافظات المملكة الأربع ابتداء من العاصمة مرورا بالمحرق والشمالية وانتهاء بالجنوبية وذلك بحضور كل من سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال الكشف عن موقع في كل محافظة من المواقع السبعة والعشرين التي تستهدفها الحملة حتى مارس العام المقبل وبهذه المناسبة أكدت سعادة الشيخة مرام بن عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن الحملة تستهدف تشجير عشرة مواقع في المحافظة الجنوبية وستة مواقع في المحافظة الشمالية وستة مواقع في محافظة المحرق وخمسة مواقع في محافظة العاصمة بتكلفة تقديرية تتجاوز نصف مليون دينار بحريني وتتضمن الحملة الوطنية للتشجير عدة مسارات منها تشجيع القطاع الخاص على دعم مشروعات زيادة الرقعة الخضراء إلى جانب حث المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالزراعة في المنازل وتوعية طلبتي وطالبات المدارس والجامعات بالزراعة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القذائي والصحي أوجه دعوة مفتوحة لكافة الجهات للتفاعل مع هذه الحملة الوطنية للتشجير لأن كل واحد فينا وكل جهة ممكن أن تكفل زراعة أشجار في المملكة التي تترك أثر طيب بإذن الله حتى لو تركيزنا كحملة حاليا في المرحلة الحالية هو تحقيق مشاريع البلدية البلديات المختلفة في مملكة البحرين الباب مفتوح لتنفيذ أي نوع من المشاريع التشجير في المواقع الخاصة في المؤسسات التعليمية في المؤسسات العامة الذي يحب أنه يساهم بجهد تشجير يتفضل التواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على أساس أن نحن نواصل مع بعض جهد زيادة الرقع الخضراء وتحسين بيئة مملكة البحرين الحبيبة